أهلا بالجميع ثلاثة أشجار من الصعب أن تصدق أنها موجودة لكنها بالفعل موجودة قناة بذرة ترحب بكم أكبر وأضخم شجرة في العالم من كاليفورنيا طولها يعادل عمارة من 26 طابق ومن العراق شجرة دق بها أكثر من ألف مسمار والشجرة التي يدفن فيها الأطفال في أندونيسيا لمعرفة تفاصيل أكثر ولمعرفة كيف تصبح أنت كيف تصبح شجرة بعد موتك أنصحك بمشاهدة الحلقة حتى النهاية جنرال شيرمان أكبر مخلوق وكائن حي على وجه الكرة الأرضية طبعا هي شجرة طولها يصل لنحو 84 متر توجد شجرة أخرى تفوقها طولا بـ 115 متر لكن الشيرمان صنفت كأكبر شجرة في العالم بالنظر لمحيط جدعها الذي يصل 30 متر نعم أصدقائي 30 متر ونقوم أن تتخيلوا معيد مدى ضخامتها والتي قد لا تعكسها الصورة توجد في حديقة سيكويا ولاية كاليفورنيا عمرها أكثر من ألفين سنة من فصيلة النباتات السنوبرية دائمة الخضرة وتعيش حتى 3000 سنة ارتفاعها ما شاء الله يعادل عمارة من 26 طابقا ولتتخيلوا طولها فلنأخذ مثلا برج بيزا الشهير طوله 56 متر فقط في حين أن شجرتنا طولها 84 متر ننتقل الآن للعراق وبالضبط لدارة بزمارة وهي قرية كردية وسنتحدث عن هذه الشجرة التي يقال أنه دق بها أزيد من ألف مسمار وتستقطب عدد كبير من الزوار لتحقيق أمنياتهم وشفائهم من الأمراض حيث يعتقدون هناك أن شجرة المصامير تصنع المعجزات يقال أن من يدق مسمارا فيها وهو يعاني من ألم وجع الأسنان مثلا يشفى حالا وهي اعتقادات سائدة عند الكثير من الشعوب وأصلها الرومان الذين كانوا يعتقدون أن دق المصامير في الأشجار يخلصهم من الأمراض وتدفع عنهم المصائب والمصائب متابعين الكرام لن تنتهي هنا ولنطر الآن لأندونيسيا شاهي جيدا هذه الشجرة قد تبدو للوهلة الأولى عادية لكن ركزوا على هذه التجويفات أو الفتحات على الشجرة فهل تصدق إن قلت لكم أن سكان هذه القبيلة يقومون بإحداث تلك التجويفات في جدوع الأشجار الضخمة ويلفون الموتى من الأطفال الصغار بالقماش ويضعونه داخل تلك الثقوب ويغلقونها بألياف النخيل نعم هذا للأسف أصدقائي هو الواقع هذه طقوس قبائل التوراغا في أندونيسيا يتخذون حيث يتخذون من الأشجار كمقابر لدفن الصغار والردع الذين لم تظهر أسنانهم بعد ويقولون أن الطبيعة ستمتصهم مع مرور السنوات وكلما كان الميت من طبقة راقية كلما وضع في مكانة عالية من جدع الشجرة شجرة الشيرمان وشجرة المصامير وشجرة دفن الأطفال أغرب ثلاثة أشجر صادفتها في حياتي وأثارت انتباهي وبالأخص شجرة دفن الموتى فعلا سلوك مثير غريب مخيف في نفس الوقت فالحمد لله على نعمة الإسلام وفعلا إكرام الميت دفنه قبل الخزم أصدقائي تذكرت فكرة أيضا غريبة لشركة إيطالية شاهد معي هذا المنتوج والذي يباع بـ 370 دولار هي عبارة عن كابسولة قابلة للتحلل تعرض للبيع وإذا اشتراها أي شخص فسيدفن فيها وستزرع فوقها أي فوق هذا الشخص شجرة ليصبح الميت سماد للشجرة إحدى السيدات علقت قائلة أحب هذا لطالما قلت أني أريد أن أصبح شجرة بمجرد أن أموت لقد شرحت لأحبائي هذا مما سيمكنني من العيش والتنفس إلى الأبد هذا مفهوم جميل وعلق آخر قائلا لا لا أريد أن أصبح شجرة بلوت فما رأيكم أنتم أصدقائي دمتم بخير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر